اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من فكرتنا الجديدة وسلسلة حليات البوب تشينيو اللي هتبقى معاكم طول موسم البريميال ليج عشان نتكلم على فانتاسي البريميال ليج قبل ما ندخل في التفاصيل على طول ياريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة لان ده بيفرق معانا جدا ليه البوب تشينيو مختلف عن باقي الناس اللي بتتكلم في الفانتاسي لان باقي الناس عمدها خبرة في اللعبة دية اما البوب تشينيو هو راجل عشوائي وحزروا العشوائيين الحظ للمبتدئين مش للحريفة وانا راجل مبتدئ وبقول لكم احزروني انا حطيت نفس مكان عدل قيع مدير التعاقدات في النادي الاهلي وقمت بسلسلة تعاقدات اعتبرتها كلها صفقات كرن بتدعيم من مالك نادي المارية توركي قال الشيخ وفلوس فلوس الخليجي يا ابا في فرقتي فانا ضامن التوب سيكس رسمي في فرقتين لازم تجيبوا منهم اي لعب ليتز يونايتد ويفيرتون ليتز يونايتد فيه لعبين بالتحديد كوخ في قلب دفاع ورودريجو مورينو الراجل اللي لسه جاي من خفافيش فالينسيا وده هو تراجع انه هو بيلعب كمهاجم وفي نفس الوقت السعر هو متواضع جدا بالمقارنة مع باقي مهاجمين الفانتاسي لان سعره عامل 6 مليون بس الفريد التاني هو فريق انشلوتي ايفيرتون اللي عمل مجموعة تعاقدات بالاضافة للعيبة اللي موجودة معاه زي كيلفرت لوين لوكاس دين زي ريت شارلسون بالاضافة للناس اللي دخلوا بقى دو كوري وزي الراجل خميس رودريجوز اللي جاي من ريال مادريد فاكيد اي لعب من فريق توفيرتون حيكون اضافة وحيضف لك مجموعة من النقاط لو جينا نبصوا عن اللعيبة اللي متوقع ان هي تظهر في الجولة الاولى ونيجي على اول خط وهو خط الدفاع تيرني تيرني باكشمان نادي ارسنال الرجل الاسكوتلندي اللي سعره وصل خمسة ونص بس رجل متوقع ان هو يتقلق الموسم دوت بالخصوص مع نادي ارسنال وتوقع ان هو يحدث مفاجأة ويكون كويس جدا في ماتش بلهم وممكن يعمل كام اسست على كام جول على كام عرضية على كام شوطة فيا يا عم تيرني ما تكسرفناش لان انا حطك اساسي اللعب التاني اللي في الدفاع وهو فان دايك فان دايك عامل سعره ستة ونص لكن مضمون جدا ان ليفربول يطلع بكلينشيت مش بالتحديد في ماتشليتز لكن في باقي الموسم فهو حيبقى ثابت في تشكيلتكم انا في اعتقاد ان فان دايك حيقدر يجيب لك نقط وخصوصا ان هو بيجيد الدربات الرقصية والكرات السابتة فهيقدر يجيب لك على الاقل تلت جوان في الموسم غير ان هو بيعمل كي باسس كتير طول الموسم بسبب كراته الطولية اللعب التالت بقى هو دوهيرتي الراجل اللي لسه جاي من وولفر هاملتون فريق الجماعة البرتغاليين مع نونو سانتو الراجل عامل ستة مليون راح توتنام هيلعب اول ماتش قصاد ايفيرتون مع جوزي مورينيو الراجل دوت الموسم اللي فات كان من اكثر الباكات المتواجدة في مناطق الخصوم بنسب عالية جدا فأتوقع ان هو يتقلق الموسم دوت مع توتنام ويجيب مجموع كويس جدا من النقاط في نص الملعب بقى لو انت عندك توركي مزبطك فانت ممكن تجيب صلاح ب 12 مليون بديل صلاح بقى ساكه خمسة ونص وراجل كان من فجر الموسم اللي فات وفي امتظار انفجاره اكتر الموسم دوت مادسون متوسط ميدان نادي لستر سيتي الراجل عامل سبعة مليون واول ماتش دي هم مع وست برون البيون اللي جلعب فيه حجازي وتوقع ان الراجل هيتقلق في الماتش دوت اللاعب التالت بقى شمشون الجبار سون اللي عامل تسعة مليون واول ماتش لتوتنام قصاد ايفيرتون لكن انا كعدتي براهن على سون لانه لعب مميز جدا ونكل الفريق الاول بدون منازع في نادي توتنام بغض النظر عن هاري فرخة اللي كان مصار في اغلب مباريات الموسم اللي فات لو جينا في منطقة الهجوم بقى فحنلاقه ويلسون عامل ستة ونص صفقة نيوكاسل الجديدة واول ماتش ليهم حيلعبه وست هام اتوقع انه هو يجيب جون على اقل لمسل مثلا ياخي اعتبار اني بافتي اعتبار اني بافتي الحظ اللي مبتدئين مش الحريفة بقولكم وانجس انجس اللي كان مكسر الدنيا بقى لعب ليفربول السابق مهاجم ساوس هامتون الحالي حيلعبه ماتش مهم جدا مع كريستال بالاس في الليفت تاع انا دامن ان الراجل دو مش هيجيب اقل من 3 جوان وافتكروا وبارجعوا للفيديو مرة تانية الراجل عامل 8 ونص طب يا عمي باب انت مدينا عمالة تدينا في لعيبة واشتري وجيب واشتري وجيب ولا كأنك ايه عم انت اجيب لي ازاتونة وقول لي انت نازل بتشكيلة ايه انا جايب لينو حارس مرمى اتنين قلبي دفاع حاطت تيرني وستريبة ما تسألنيش ازاي لاني مش عارفة غير اماكنهم على الشمال حطت روبرتسون واحد من اكتر الباكات اللي كانوا جايبين نقط هو والكسندر ارنولد الموسم اللي فات وحاطت في اول ماتش كوخ مدافع ليتز يونيتد هم اه ممكن ما يطلعوش كلين شيت قصة ليفربول بس اهو حطوا احسن من ما فيش لان فيه لعبات كتير مش هيلعبوا اول جولتين منهم لعبي مانشستر يونيتد وملاعبي مانشستر سيتي في نص الملعب حاطت موتينيو بقى نص ملعب اه نادي وولفر هاملتون النادي اللي اغلبه منتخب برتغالي حاسس ان في بداية الموسم بدل ما هيعملوا مزيكة مثلا بريميال ليج لولفر هاملتون هينزلوا بتتر اي مسلسل برتغالي او حتى المشيد الوطني المنتخب البرتغال بسبب اللعيبة الكتير اللي موجودين من برتغال في فرقة نونو سانتو عن ناحية الشمال حاطت بوليستش الامريكاني كابتن امريكا اتوقع ان هو يتقلق الموسم دوت وخصوصا بسبب تقلقه في نهاية السيزن اللي فات وبسبب الصفقات الكتير والتدعمات التقيلة في خط الهجوم اللي عملها فريق تشيلسي السنة دي وحاطت شامشون الجبار صن في نص الملعب على امل ان صن يدي بقى ويعمل كده ماتش تقيل في الافتتاحية الراجل جعان كورة بقى فحيكل الملعب شامشون الجبار في الهجوم حاطت ثلاثة رودريجو الراجل بتاع ليدز اتوقع ان هو يتقلق في باقي الموسم بغض النظر عن ان اول ماتش ليدز يونيتد قصارد ليفربول لكن انا حاطته وحاطت عليه امال كبيرة لباقي الموسم مش بس الماتش ليفربول وحاطت انجس وحاطت ريتشالسون مهاجم برازيلي لايفيرتون واحد من اللعيبة اللي جابت نقط كتير الموسم اللي فات وسعره عامل 8 مليون لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملونا لايك وشيرو سبسكراب للقناة وما تنسوش البوب بي تشينو جالكم فاحذروا لان الحظ للمبتدئين مش للحريفة اشتركوا في القناة